بالغ المتفائلون بالإيجابيات فتبين أن الواقع المحفوف بالتفاصيل الأساسية شيء والأمنيات شيء آخر عندما شعر فريق الثامن من أذار بأن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عازمان على تأليف حكومة حيادية ولن يتراجعا عن تطبيق الدستور سارع الخليلان إلى قصر بعبدة وقدما اقتراحا عادا فيه إلى مكان فريق الثامن من أذار رفضه سابقا وهو صيغة الثلاثة منات بصيغة مقنعة للصياغ السابقة التي تمنح الثلثة المعطل أو أكثر من دون أي تعهد في المسائل السياسية الاقتراح نص بحسب معالمة الامتي في على الموافقة بأن يرسل فريق الثامن من أذار إلى رئيس الجمهورية مجموعة من الأسماء ليختاره من بينها كما وافق أن يسمي الرئيس سليمان أحد المرشحين من الحصة الشيعية وهو مدير مكتبه العميد عبد حناوي مقابل أن يسمي الجنرال ميشيل عون إسمن في الحصة المسيحية الوسطية ولم يمانع في اقتراحهم بالمداورة في الحقائب وأن تبقى الأمنية مع رئيس الجمهورية هذا في الشكل أما في المضمون فلم ينص الاقتراح على اتفاق على البيان الوزري الذي طالبوا بأن يترك لما بعد التشكيلة الحكومية على هذا الطرح كان رد رئيس الجمهورية أن لا مانع لديه إذا وافق الجميع وأوفد مستشاره خليل لهراوي إلى الرئيس فؤاد السنيورة الذي طلب المزيد من التوضيحات حول البيان الوزري والثلث المعطل تمهيدا للتشاور داخل 14 أدار وفيما علم أن التشاور داخل قوى 14 أدار لا يزال مستمرا وأن جوابها سيسلم إلى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف خلال 48 ساعة علمت الام تيفي أن المواقف الأولية لهذه القوى تؤكد أن 14 أدار التي سقط لها شهيد جديد وأعلنت منذ أيام قليلة المقاومة السلمية ضد السلاح لا تزال عند موقفها وهي وإذ تصف ما طرح بطبخة البحث تؤكد أن المسألة عندها ليست أعدادا أو أرقاما بل الخلاف هو حول وجود حزب الله في سوريا وانعكساته على لبنان والمطلوب حسب مصدر رفيع بـ 14 أدار الاتفاق على البيان الوزري قبل البحث بالحصص والأرقام وأن يتعهد حزب الله العودة من سوريا والالتزام بإعلان بعبده